أثار التصاعد الكبير والمفاجئ في أعداد الوفيات بين المصابين بفيروس كورونا في العراق جدلاً واسعاً حول سوء الخدمات المقدمة في المستشفيات الحكومية والتي حذر مراقبون من عدم قدرة عدد منها على التعامل مع تصاعد عدد الإصابات حتى تصاعدت المطالب بإقالة الوزير وسط انتقادات لرئيس الحكومة وقال مسؤول طبي عراقي أن ارتفاع معدل الوفيات مقارنة بأعداد المصابين بفيروس كورونا يعود إلى عدم قدرة المستشفيات على استيعاب الأعداد الكبيرة من المصابين أو توفير أجهزة الأكسجين لهم مقراً بأنه لا يوجد حتى الآن بروتوكول علاجي بالمستشفيات العراقية وإن هناك اجتهاداً من قبل الأطباء في كل مستشفى يتعامل مع الجائحة وأوضح المسؤول أن الحديث عن أن أغلب الوفيات من متوسطية الأعمار وكبار السن غير صحيح فهناك نسبة قد تصل إلى أربعين بالمئة من الشباب والمستشفيات بحاجة إلى دعم عاجل لتتمكن من علاج المصابين وتقليل معدل الوفيات كما أن تحميل وزير الصحة وحده المسؤولية غير منصف فونه لم يكمل شهراً ونصف في منصبه ويؤكد أعضاء في البرلمان أن أي استجواب للوزير في البرلمان لا يمكن أن يتم إلا بعد مضي ستة أشهر على تسنمه إدارة الوزارة وقالت النائب زهر البجاري أن اللجنة العليا المتابعة الكورونا مزولية استضافة الوزير أو المدراء العامين المسؤولين في الوزارة لمعرفة أسباب التزايد الخطير في أعداد المصابين في حين أكد عضو لجنة الصحة والبيئة البرلمانية فارز ألبير فكاني أن الوزارة تواجه تراكمات كبيرة فيها وإنها لا تتحمل مسؤولية زيادة الإصابات لوحدها وقال أن زيادة أعداد المصابين مؤسفة والملف تراكمي ووزارة المالية تتحمل جزء من المسؤولية كونها لم تصرف المخصصات المالية لوزارة الصحة كما أن مجلس الوزراء السابق لم يكن موفقا في إدارة الأزبة وهذا وكانت خلية الأزمة النيابية قد حذرت من احتمالية انهيار النظام الصحي في العراق وطالبت في بيان اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والوزارة والمؤسسات بالتعاون العاجل من أجل الإسراء فورا بتوفير أماكن كافية لاستيعاب الإصابات المحتملة بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة خاصة بعد أن تجاوز عدد الإصابات حواجز مخيفة إضافة إلى مسؤولية الجميع بدعم وحماية وتشجيع الكوادر الطبية والصحية والتمريضية بشتى الوسائل سيما وهم قادة وأبطال هذه الحرب التي نعيشها في هذا الظرف الحرج الخلية دعت الوزير إلى البدء بتنفيذ مجموعة إجراءات سريعة تتناسب وحجم الخطورة الحالية أهمها توفير أماكن ومباني للحجر وزيادة مختبرات فحص كورونا في العراق سيما في جانب الرصافة مع كافة أجهزتها ومستلزماتها وصولا إلى تكثيف الفحوصات الطبية وعدم تأخيرها وزيادة الحملات الميدانية للمناطق الموبوءة والتوعيوية والإعلامية بشأن الالتزام بالحظر المنزلي والتباعد الاجتماعي